كل سنة وانتو طيبين عيد الايامة هو عيد الاعياد عيد الايامة هو المخزن اللي كلنا بناخد فرحتنا منه لانه اعطانا نصرة والنصرة على الخطيئة نصرة على الشيطان ونصرة على الموت نفسه عشان كده بنصرخ دايما المسيح قام ويرد بالحقيقة قام بالموت داس الموت والذين في القبور انعم لهم بالحياة الابدية انتو متخيلين معانا الدقيق النصرة كانت موجودة ان الانسان يستطيع ان يغلب الموت بس مش لوحدي انا بغلب الموت بالمسيح الذي اعطانا الغلبة نسير في موكب نصرته كل حين به نصير اعظم من منتصرين يعظم انتصارنا بالذي احبنا نحن اقوياء بالمسيح نحن لنا قوة بقيامة المسيح عشان كده بنقول القدسة البابا وبنقول كل الشعب الابتي كل سنة وانتو طيبين المسيح قام بالحقيقة قام انا احب اقول كل اخواتي وكل غصريتي وكل اصحابي كل سنة وانتو طيبين وعيد عيد ياما مجيد علينا كلنا احب اقول له كل سنة وقدسك طيب ويا رب عبال سنين كتير دايما على كرسيك وعايشين بصلوتك دايما اقول له كل سنة وانتو طيب وربنا يخليك لينا وما حلمناش مننا كل حاجات الحلوة اللي بيعملها بصراحة يعني ربنا يديله الصحة ويبارك فيه اخر السيوسة نسي يا سيدنا قدسة البابا وعيد اياما مجيد وبحب هنق قدسك وهنق كل المجمع المقدس وابقنا القمامسة والرهبان والكهنة كل سنة وانتو طيبين وربنا يجعل الايام كلها اعياد بايامة سيدنا المسيح احنا نولنا الخلاص وربنا يبارك في الكنيسة ويخدم القدسة البابا ويديم حياته سنين عديدة ويديم رئيسه علينا وحكمته اللي احنا شعارين بيها وبويته اللي احنا شعارين بيها تستمر الى مدى الايام اشتركوا في القناة